وإلى أخبار الرياضة حيث تأهل المنتخب الأولمبي لكرة القدم للدور الربع النهائي في أولمبيا توكيو 2020 بعد تغلبه على نظيري الأسترالي بثنائية نظيفة سجل ثنائية الفراعنة أحمد ياسر في الدقيقة الرابعة والأربعين وعمار حمزي في الدقيقة الخامسة والثمانين ليرتفى رصيد الفريق إلى النقطة الرابعة ويتأهلك وصيف للمجموعة رفقة منتخب إسبانيا المتصدر وسيلتقي المنتخب الأولمبي في دور الثمانية مع منتخب البرازيل ترجمة نانسي قنقر